اشتركوا في القناة وعلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وحييكم بتحية الإسلام فأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديثي معكم اليوم مع آية عظيمة من كتاب الله عز وجل جاءت في سورة الأنعام يقول الله عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم هذه الآية العظيمة لو تدبرها الإنسان وفهم معناها أولا قصتها قصتها أن قريشا جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له من يشهد لك أنك نبي ويقصدون بذلك أهل الكتابين اليهود والنصارى لأنهم كان عندهم علم من الكتاب وكان عندهم كتاب سماوي فهل يشهدون لك أنك نبي؟ طبعا هم ما شهدوا لأنهم جحدوا ذلك رغم أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وهذه الآية الثانية التي جاءت بعد هذا قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولكنهم جحدوا ذلك فمن يشهد للنبي أنه نبي؟ الله قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم ما الذي يستفيده الإنسان العادي من هذه الآية؟ أخي يا من أخذت مال فلان بدون دليل ولا ورقة ولا برهان ثم إذا ذهب يشتكي إلى المحكمة قلت له أين الدليل؟ إذا تأخرت عن العمل ثم سألك المدير أين كنت ثم حاول أن يعاقبك لكن ضاعت الأوراق أو الجهاز الذي يبلغ الحضور والغياب أصبح فيه عطم فتقول له أين الدليل؟ أنا لم أتأخر كيف تثبت علي ذلك؟ هذا ما نفعله في الدنيا من رآني؟ لم يراني أحد إذا اختليت بنفسك بمعصية فتقول لا يراني أحد إذا فعلت منكرا دائما تختلي وتبتعد أو تكون مع بعض رفاق السوء لكن تنسى شيئا عظيما وأنت تفعل ذلك أن أكبر شهيد هو الله سأضرب لكم قصة تبين كيف المؤمنون والصالحون يخافون من قوله تعالى وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِدَةً الله هو أعظم شهيد وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا هذه القصة من أخبرنا إياها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن أكمل أتعرفون أن الرسول سيشهد علينا يوم القيامة فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة؟ الشهادة أمر عظيم أكبر الأحكام الشرعية فيها شهود الزواج عليه شهود الطلاق عليه شهود الشهادة أمر عظيم جدا لكن اسمعوا هذه القصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم مخبرا عن رجل من بني إسرائيل ممن كان قبلنا والقصة في الصحيح صحيحة لا شك فيها ولا ريب فيها هذه القصة أن رجلا ذهب إلى رجل ليستلف منه ألف دينار فقال الرجل الذي صاحب المال سأعطيك الألف دينار لكن من يشهد لك؟ في كل زمان أنا سأعطيك المبلغ لكن من يشهد لك؟ من يشهد؟ يقول أن فلان أخذ من فلان ما كان عنده شهود فقال كفى بالله شهيدا قال رضيت الرجل قال رضيت بدون ورقة بدون أشخاص رضيت ثم قال طيب من يكفلك؟ يكفلك يعني إذا ما سدت يدفع بذلك قال كفى بالله كفيلة وهذا في القرآن كذلك قال رضيت أعطاه الألف دينار وركب البحر يعني تجارة ركب البحر وذهب إلى مكان بعيد إلى ظفة أخرى وتاجر بالمال وأكرمه الله عز وجل وجاء موعد الأجل كان فيه أجل مسمى جاء الموعد فذهب إلى طرف البحر لكي يعبر ما وجد مركبا في ذاك الزمان قد يضطرب البحر أهل المراكب يعني ليس هناك نظام يعني التكسي اليوم منظم الحكومة تبدل الشفتات وتكاسي تطلع لكن في ذاك الزمان أنا صاحب المركب اليوم أشتغل اليوم المركب خربان اليوم البحر مرتفع اليوم أنا مريض فما وجد مركبا وظل يحوم عند البحر حتى يعبر لصاحبه وصاحبه ينتظر في الضفة الأخرى على الموعد رجع البيت ما وجد مركب جاء اليوم الثاني ما وجد مركب وموعد الأجل حل انظروا إلى القصة التي هي أعجب من الخيال لولا أن الذي حكاها يقينا وليس بشك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نصدق أتى بخشبة فنقرها يعني حفرها ووضع فيها ألف دينار ثم سدها وزججها زججها يعني من الزجاج يعني لحمها جعل عليها مادة صمغية حتى يسكر هذه الفجوات ووضع معها رسالة داخل الفتحة ثم جاء إلى البحر يكلم البحر يقول اللهم يقول اللهم إنك تعلم أني استلفت من صاحبي ألف دينار فقال من يشهد لك فقلت كفى بالله شهيدا فقال رضيت ثم قال لي من يكفلك فقلت كفى بالله كفيلا فقال قد رضيت يا رب رضي بك شهيدا ورضي بك كفيلا وأنا لا أستطيع أن أسدد عنه أستودعك هذه الخشبة أن توصلها إليه وألقاها في اليم وأخذ البحر هذه الخشبة وألقاها في الضفة الأخرى وصاحبه يأتي يوما بعد يوم ولا يجد صاحبه ثم في طريق العودة يوما وجد خشبة فأخذها قال أجعلها حطبا لأهلي فجعلها في البيت ثم بعد أن جفت كسرها فوجد الألف دينار والرسالة ولكن صاحبه الأول لم يكتفي بذلك لعل الخشبة ما وصلت هو اجتهد هو هذا الذي استطاع أن يفعله هو هذا يقينه بربه لكن لا بد أن يسدد فأخذ ألفا أخرى وحصل مركبا فعبر وجاء لصاحبه فقال له صاحبه ألم ترسل شيئا قال قلت لك لم أجد مركبا فقال له لقد سدد الله عنك وصلتني الألف دينار ووصلتني الرسالة بالله عليكم يا من ضيعتم الحقوق يا من ضيعت حق زوجتك ألا تعلم أن الله شهيد عليك يا من ضيعت حق وظيفتك ألا تعلم أن الله شهيد عليك يا من ضيعت حق بلدك ووطنك ألا تعلم أن الله شهيد عليك يا من ضيعنا أموالنا في أمور لا ترضي الله عز وجل بل قد تكون في سفاسف من أمور الدنيا ألا تعلم أن الله سبحانه وتعالى شهيد عليك أيها الإخوة الفضلاء هذه الآية العظيمة لا بد أن نفهمها ونقدرها حق قدرها قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد أيها الإخوة الفضلاء أعظم شيء تكتمه من الشهادة ما هو أعظم شيء تكتمه من الشهادة أنه لا إله إلا الله من كفر بالله فقد ارتكب أعظم جرم في التاريخ لأنه ما شهد لله بالوحدانية لاحظوا الدين العظيم أعظم شيء فيه الشهادة أركان الإسلام بني الإسلام على خمس أولها شهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وأن تشهد أن هذا الدين حق وأن الأنبياء حق وأن المرسلين حق هذه هي أعظم شهادة تشهدها ثم أعظم شهادة تنكرها بعد ذلك هي قول الزور ألا وشهادة الزور وقول الزور وأي زور أعظم من أن تدعو مع الله إلها أو أن تجعل له ولدا والعياذ بالله عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم أسأل الله عز وجل حسن الختام لي ولكم فالله عز وجل شهيد علينا ومطلع على ضعفنا وقلة حيلتنا وهو رحيم بنا سبحانه وتعالى شكرا للمشاهدة